وجه وزير الكهرباء محمود عسمت بمنح الشركات فترة زمنية إضافية للتسجيل لدى جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يأتي ذلك لدعم ومساندس القطاع الخاص وزيادة مشاركته في إنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء من جانبه قرر جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مدى الفترة الخاصة بتسجيل مشروعات الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر إضافية على أن يكون يوم الثلاثين من نوفمبر من عام 2024 آخر موعد لتلقي الطلبات بدلا من الموعد السابق الذي كان ينتهي بنهاية أغسطس الجاري